مرحبا بكم في قناة تحفة يوب كي يتم بداية رفع الحجر عن الولايات المتبقية كون الجهة الرسمية اشترطت أن يصبح تسجيل عشر حالته أقل يوميا ليبدأ الرفع كامل الولايات من جهة أخرى تزامنا وتوتر لعلاقات الجزائرية الفرنسية كونه منذ تولي تبون منصب رئيس الجمهورية تم استدعاء السفر الفرنسي مرتين أخيرها بسبب وتأيقى عن الحراك والجيش الوطني حيث سيتم فتح غدا رسميا ملف الذاكرة من خلال دراسة عدد من العروض الوزارية ذات العلاقة بالاستعمار الفرنسي حيث سيترأس الرئيس بون الاجتماع وكانت الجزائر تهمت جهات فرنسية بالتحامل والعدائية في انتظار القرارات التي ستصدر عن الاجتماع هذا وفي خبر منفصل تم إدانة المدعوة أميرة بوراوي بشهرين سجنا مع غرامة قدرت بمائتي ألف دينار جزائري وذلك في قضية القدف والتشهر بمدير مجمع النهار والذي يوجد أيضا بالسجن حاليا هذا ودهرت هذه الأخيرة تتباكى على الحكم الأخير مع العلم أن هناك قضايا لا تزال تنتظر فتحها تم رفعها على أميرة بوراوي لمحاسبتها خصوصا على استفزازها للجزائريين عندما طلبت بإلغاء لآدان وكانت تطاولت على الرسول صلى الله عليه وسلم وأسأت الأدف في حديثها عنه وكاد تطاولها عن الصحابة رضي الله عنهم في انتظار إن كانت سيتم تحرك بالحكم عليها في تلك القضايا أيضا إذا عجبك الفيديو اشترك في قناة تحفتيوب ولا تنسى الإعجاب والتعليق ترجمة نانسي قنقر